عايزة أسأل حديقة أرجع تاني لفكرة اليهود وبنينا الهرم وكده أنا مش عارفة هم مفخورين قوي كده ليه يعني يجي أقول مثلا أنا شاركت في بناء الهرم بمعنى أن أنا مهندس من اللي هندسه بناء الهرم إنما أنا استعبدت عشان أبني الهرم طب المصريين اللي كانوا بيبنوه كانوا بيتعاملوا معاه معاملة الإله بالنسبة لليهود يعني ليه فكروا فقط في فكرة الاستعباب إن أنا جيت هنا كعبيد أفاجئهم فجأة حلو وفاجئهم لو كانوا بيسمعونا دلوقتي وما بيعرفوا عربي كويس يعني كويس كده هقول لهم مهندس الهرم إذا كان بالتأكيد هذا الهرم صناعي إسرائيلية وإحنا بنتكلم بالدوكمس وشلت خلاص قلبي يا سيد شلت العلم الجميل اللي بيتفسغت في أحمر ده من قلبي وحقطوا كده على الجميع غيرت لما رجعوا تعني شوما تقول لي أنت هشوفوني وبتحب وأحلص عن حضرها في العالم والدنيا دي كلها هقول لك على كده المسيطة جيد كل الدنيا اعترفت بتمثال واحد فقط موجود في ألمانيا وده اللي أنا بطالب بعودته هو ده بقى اللي يرجح يعني لو قالوا لي راس نفرت إيتي في برلين ولا حام إيونو التمثال الوحيد في العالم في متحف الجزاين في ألمانيا تاخدوا إيه؟ أقول له هات تمثال حام إيونو لأن حام إيونو هو مهندس الهرم الأكبر تمثال واحد فقط سرئول ألمان 1912 وبنطلب بعودته وعامل حملة على الفيسبوك استرجاع حام إيونو 9500 مصري داخل معايا في الحاملة لغاية داتي على الفيسبوك يلا يلا كل الناس تخش النهاردة وتشترك وطالبنا من المتحف الألماني أنه هو متحف اسم متحف هالدزهاين مش برلين مش حطينه في المتحف المهم الهام عشان إيه؟ لا حطينه كده في حتة اسمها هالدزهاين ودي بلد 35 كيلو جنوب هانوفر غرب برلين القاعدة بتاعته فيها التايتلز بتاعة حام إيونو من ضمن التايتلز بتاعته المسؤول عن الأعمال الإنشائية كل الأعمال الإنشائية للملك خوفه حام إيونو هو المهندس المصري العبقري وكان قاعد في عين شمس حام إيونو إيونو يعني عين شمس اللي هي المطارية دلوقتي وحم يعني كاهن يعني مهندس من عين شمس مصري مش إسرائيل لا واحد اسمه كوهيل ولا ليفي ولا أحزانه حام إيونو وعشان يبقى عند حضرك فكرة احنا سهلا جدا ممكن نقول على هذا المهندس العبقري المعماري تخريج هندسة عين شمس صح ولا مصح لأنه هو جاي من عين شمس وهو مهندس ودرس فيه جامعة عين شمس اللي هي جامعة أون وأون مذكورة في الكتب في العهد القديم وكده يعني مش بلد هما مش عارفينها هما عارفينها كويس قوي ولذلك هما حبهم في أن بلد بلد بص يا أستاذة اللي ملهوش تاريخ بيحاول يشتري نفسه تاريخ صح انت الحمد للربنا كرمك بتاريخ 16 ألف قبل الميلاد 16 ألف قبل الميلاد اللي عايزين نبطل 7 ألف دي بقا انت عند الجزور أدي واحد اتنين هو الهرم ده احنا صحيحنا الصبح بننا أنا بقى سؤالي ليه هو أنت قمت مرة واحدة بنيت الهرم ده ولا أنت بنيت قبل هرم خوفه عدد من الأهرام فيها تجارب الهرم المدرك بسقارة فاكرين وهم المدرسة ده بتعملك جسر وهو ده مهندس مصري تاني اسمه ام حتك الهرم الناقص هرم ميدوم الهرم المنحني الهرم الأحمر وبعدين هرم خوفه فوق المية كانت معظمة تجارب عشان نوصل له هرم خوفه خلاص زي ما انت كده بتقولي ايه العربية في الاول بازل طب هحطتنا مش حابية طب الفرامل ضعيف ايه الغالة لما توصل للعربية البرفك بتاعتك اقول انت عايزها بتاعتك كويس كده فإذا هذا التطور لبناء الهرم لهو أكبر دليل على انه صناعة مصرية مائة في المائة بس انت رايزي تخلي بالك نجمة داود اللي كانوا بيفكروا لو انديد دا كانت الفكرة في يوم 11-11 دا طب يا اخي ادرق الشبهات ويقفل المنطقة بعد الساعة 4 بعد الظهر وده اللي حصل الحمد لله وفي نقطة واحدة بس ببعتها برضو رسالة لهؤلاء اللي بيقولوا على نجمة داود وحيحطوها حول الهرم في معبد أبي دوس وهو ساعة ونص تقريبا بالعربية شمال لقصر والصياح بيروحوه تم اكتشاف من كذا سنة نجمة داود السوداسية المنقلب اللي هم المسلسين المنقلبين لان فيه نجمة سوداسية إسلامية ودي حاجة معروفة تعمل عليها دراسة على فكرة النجمة السوداسية اللي هم بيقولوا اللي هم حطنا عندهم على العالم بتاحهم في الكين السهيوني هي نجمة منحوتة قبل قيام إسرائيل بآلاف مئات السنين ولو رحتوا قلعة الجندي للناصر صلاح الدين الأيوبي 56 كيلو من راس صدر هتلاقوا في مدخل القلعة النجمة السوداسية فوق كده النجمة السوداسية إسلامية يا ساد ملاش دعوة خلص بإسرائيل مفيش حاجة مع نجمة داود في كلام كتير جدا نتقال على النجمة دي بس احنا كمان مقصرين يعني احنا ما بنشرحش للنجمة ولا للعالم ولا لأي حد أصل النجمة بعدما قالقنا النجمة دي في أبيدوس 500 بقى مليون سنة بعد كده قالك ايه يلا بقى نشيل بقى النجمة اللي حطوها الناس دي طب بتشيلها من الأول ليه استنيت خلاص وخصوصا لما حدك تعرف انك إذا قرأت التوراة وإذا قرأت داود وإذا قرأت سليمان وإذا قرأت الملوك وإذا قدرت الإصحاحات والمزامير كلها وإذا قرأت العهد القديم بأكمله لحد القرن العشرين مفيش حاجة اسمها نجمة داود مفيش حاجة الدرع داود كان مسلس قدي الدرع اللي هما بيقولوا عليه فلما تحط المسلسين عكس عكاس واحد متوجه إلى السماع عشان الرب ياهوة وواحد على الأرض عشان البشر والأرض فعاملوا هذه النجمة السوداسية لكن الأطباق الفاطمية عليها نجمة السوداسية لو حضرتوا روحتوا عندنا في اسكندرية في المرسى بولعباس هتلاقوا على المنبر نجمة السوداسية ولكنها ليست المسلسية المنقلبة اللي هم عاملينها دي دي حرف دي باليونانية أي دلتا عشان كده أنت عندك الدلتا تسميت كده باليوناني هم فالدي حرف دي دلتا دي ديفيد داود هم بس والكلام دو هتحصل في الالف وستميات ثم الالف وستميات ثم في قيام نعم حدريك قولت أنا هاخد كلمة حدريتك اللي ملوش تاريخ بيشتريه تاريخ فخلص بس أنا عايز أعرف في حاجة بس شخصية كده عايز أعرف الادعاية اللي بتتقال عن ان الهرم اتبنى بالصخرة وبالعبودية أشكرك وعن نحن ناحية التانية لأ بالعكس في ناس بتقولك لأ ده شوفوا المصريين القدماء عملوا ايه لما كان في بطالة شغلوا الناس فأنا عايز أعرف أحسنتي أحسنتي سؤال جميل جدا أول حاجة برضو عشان ما تبقاش شوفونية تم اكتشاف مقابر العمال الذين اشتركوا في بناء الغرم ومديرين العمال تم اكتشافها خلاص لقينا هؤلاء العمال مستخدمين الهيروغليفية في مقابرهم والهيروغليفية لا تستخدم إلا بأمر الملك لأن دي تلغط الأرباب يعني أنا وانت مش هم من نتكلمش هيروغليف في مصر القديمة إلا لما الكبير قوي يقولنا ممكن تستخدم الهيروغليف أنا وانت بنعمل حاجة تانية اسمها دي منطقية اللي هي كتبت الشعب وكتبت العامة لكن بالنسبة الهيروغليفية ده شرف فلما عامل حادثة وهو بيشتغل إصابة عمل يعني عملوله جبيرة واستنوا لغاية لما العظمتين التأموا وشغلوا تاني هدي اتنين تلاتة من كورع قال كده بالنص لن يعمل نص مصري قديم موجود وروح تقرأ لن يعمل لدي عامل لا يريد أن يعمل إيه الدلع ده رابعا مقابرة إيه بويف لؤسر عامل وهو بيدرب بينحد في العمود دخل حبة رايش في عينيه يقوله دكتور عيون إيرت سينو بالهيروغليفية بتوع الهيروغليفية اللي في الغرب دلوقتي أو في وقينا جنبينا إيرت سينو طبيب سينو يعني طبيب طبيب معالج جايبين له بروب بيطلع الريش من إيه من العامل في الإصابة ما استنماش يقدم طلب فابورريش لغاية لما يطلع لوريش عشان يخش المستشفى ده في وقتها أكبر تأمين صحي في العالم ابتدى آلاف السنين الهرم لا يمكن يبقى إفراز كرباج الهرم لا يمكن يبقى إفراز كرباج إفراز معاملة على أعلى روقية في الدنيا لهذا العامل المصري العبقى طب وقال فعلا كان فيه عندهم فكرة إن عشان فيه بطالة فإحنا بنشغل الناس التلات شهور النظرية دي تلت لما قالوا إن التلات شهور بتوع الفيضان هم التلات شهور اللي اشتغل فيهم المصر القديم في مناه أنا حتى لو كان أنا حتى شايف إن الكونسيبت ده كويس ده جميل قوي يعني فكرة إننا هو النواتي ما بقيتش النظرية دي ضعيفة شوية لكن لو إنديد ده كان صح بالتأكيد ده يتبقى فكرة جبارة ده يتبقى فكرة كويسة أو إن أنا عندي بطالة تعالي نبني أحرمات دلوقتي بحشل البطالة اللي حدد دكتور بسامي شماعة وقوة جماعية التلوصات تاريخية بشكرة جدا ننورتنا ويا رب بس في الفترة الجاية يكون فيه بروباجندا نعملها أكتر بقى لأثارنا وكل الحاجات والشائعات اللي طلعها علينا سواء اليهود أو دول الغرب أو أي شيء آخر نقدر نرد عليها بوثائق ودوكيومن تكون موجودة عندنا يريد نبتدي نعلق بروباجندا أكبر من كده شوية متهيالي إن مع البروباجندا إن هما يسمعونا لأني بحس إن هما مش عايزين يسمعونا يعني بحس إن هما عايزين يسمعونا نفسهم هما بس وعايزين يوصلوا إن هو كلامهم اللي صح وإحنا اللي غير ما بيقولوا الزن على الودانة قوة من السحرة صح كتانا اياد والأصوات المرتعشة لا تسمع لازم يقبأ صوتك قوي معاك الدليل انت صاحبة الأرض انت صاحبة القضية ومعاك ميديا ومعاك ميديا ومعاك ميديا رهيبة بالزبط وأنا بقولك ما تخفيش على مصر لأن رغم إن إحنا أنا مش حكومة لكن مع هذا بطلع قفلهم زي كل أسود مصر اللي بيقفوا علشان يحافظوا عليه لأ في ناس شايلين القضية ما تخافوش أنا بطمنكم ما تخافوش ومحدش حيضر يسرق تاريخنا لأن في ناس شايلة قضية على ظهرها وعلى كتفها ولذلك أنا بطلب من المنبر ده أخيرا يا هيئة أثار يا وزارة الثقافة لازم تستعينوا بالناس اللي برا المنظومة خلاص كفاية بقى بالمنظومة الحكومية أثبتت إيه أهو بقى فإحنا لازم دلوقتي كل اللي بيحبوا البلد دي يعودوا مع بعض الجزر المنعزلة مش في صالحنا ابن كبري أخي بيني وبن الجزيرة دي ما احنا عاملين ابن في كباري بقى لنا أربعين سنة زي الفل لهو ساعة بطلق مسلم بشكر حديك على وجودك معنا احنا نفسنا استفادنا كمان دي دا وأكيد سيدا المشاهدين استفادوا وننتقل لفاصل ونكمل معك وبقى فقرة نهارك سيد